أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا موضوعنا لليوم هو مرض منتشر بشكل كبير بالعالم بالدول اسكاندنافية حوالي 2-3% من الأشخاص بيعانوا من هالمرض موضوعنا لليوم هو عن سوراياسيس أو الصدفية قبل ما نفوض بالموضوع أكيد مثل العادة ما تنسونا من اللايك، سبسكرايب، وفعلوا الجرس لما نقول الصدفية يمكن أكترية الأشخاص بيروح بالها للأعراض اللي بتظهر على الجلد مثل إحمرار وظهور قشور على الجلد بس كمان في أعراض تانية يمكن كتار ما بيعرفوها من أعراض بتظهر على الأضافر بفروة الرأس وحتى ممكن يظهر عندهم التهابات بالمفاصل سوراياسيس أورثرايتس من العوامل اللي بتخلي بعض الأشخاص يصابوا بالصدفية عوامل بيئية وعوامل وراثية العوامل البيئية ممكن مثلا تكون التدخين الإصابة ببعض الأنواع من العدوى البكتيرية خاصة الستروبتوكوكوس العوامل النفسية مثل التوتر والاكتئاب استخدام بعض الأنواع من الأدوية مثل بيتا بلوكرز ليثيوم وحتى كلوروكوين اللي هو علاج للمالاريا وغيرة من العوامل الصدفية بتتقسم لعدة أنواع النوع اللي أكترية الأشخاص بيفكروا فيه لما نذكر الصدفية هو بلاك سوراياسيس هيدا النوع من الصدفية بيظهر كبقع حمراء محددة للأطراف وبكون عليها مثل قشور هيدول الأكترية الأوقات بيظهروا على الأكواع وعلى الركب وفيه أنواع عديدة تانية منها جاتيت سوراياسيس اللي هو مثل القطارات بتكون منتشرة على الجسم السببها بكتير من الأحيان بيكون عدوى بالحلق خاصة بالجروب A ستيبتوكوكوس فمن بعد هالعدوى ممكن تظهر هالأعراض وببعض الأحيان الصدفية كمان ممكن تظهر بفروة الرأس ممكن نلاحظ حوال الرأب من وراء وحوال الأذنين إحمرار وكمان قشور مزعجة وفيه نوع تانية من الصدفية بيسموه inverse psoriasis هيدا النوع بسبب أعراض بتظهر بطيات الجلد مثل مثلا بمنطقة الإبط مثل ما شايفين هون بالصورة وهناك نوع آخر من الصدفية بيظهر بشكل خاص عند المدخنين هو epistilosis palmoplantaris أو palmoplantar psoriasis وهيدا النوع من الصدفية ممكن يظهر براحة اليد أو بكعب القدم مثل ما شايفين هون بالصورة وبهيدا النوع ممكن نشوف تجمع للقيح والصديد تحت الجلد وممكن حتى نشوف تشقوقات ومثل ما ذكرنا من قبل فالصدفية ممكن تصيب الأظافر والأعراض اللي ممكن تظهر هي ارتفاع الضفر عن الجلد أو عن الnailbed حالة بيسموها onicolitis ممكن كمان نشوف مثل حفر صغيرة بالضفر حالة بيسموها onicchia punctata أو nail pitting وممكن كمان الضفر يصير أسمك ومائل للإصفرار oil drop phenomenon أو oil drop sign بيصير مثل نقطة الزيت ولنفهم شو اللي بيصير بالجلد عند الأشخاص المصابين بالصدفية خلينا نشوف الرسمة هون عنا الجلد عن شخص غير مصاب بالصدفية وهون عنا الجلد عن شخص مصاب بالصدفية إذا منبلش عند الشخص الغير مصاب هون عنا epidermis أو البشرة اللي هي الجزء الخارج من الجلد مثل ما شايفين البشرة بتتكون من عدة طبقات من الخلايا هالخلايا بيضل عم تتجدد بقعر البشرة يعني بالجزء السفلي من البشرة فيه خلايا اللي بتتكاتر ولما تتكاتر هالخلايا بتدفش الخلايا اللي فوقها إلى الأعلى ولما يوصل الخلايا إلى الجزء الأعلى من الجلد اللي هو سطح الجلد بيكونوا ماتوا ومثل ما شايفين إذا أخذنا خزعة من الجلد ما بنقدر نشوف نواة الخلايا وشيئا فشيئا بيصير هالخلايا بتساقطوا مع الوقت بشكل طبيعي تجدد الجلد بياخد 3 إلى 4 أسابيع أما عند الأشخاص المصابين بالصدفية فبيتكاتروا الخلايا بشكل سريع جدا وتجدد الجلد ممكن ياخد يومان إلى 3 أيام فقط ولما يتكاتروا خلايا الجلد بهالطريقة السريعة بتصير الطبقة العليا من إبديرميس أو البشرة بتصير أسمك وبيصير فيه قشور على الجلد وإذا أخذنا خزعة من الجلد وحطيناها تحت المجهر ممكن نشوف أن بعض الخلايا بتظل عايشة وبتحافز على نواة الخلية لما توصل إلى سطح الجلد مثل هالخلايا اللي رسمتها باللون الأزرق هون ومثل ما ذكرنا من قبل الصدفية سببها خلال مناعي خلينا نحاول وضح لكم شو اللي بيصير بجهاز المناعة بالجسم عندنا خلايا بيسموها Antigen Presenting Cells وظيفة هالخلايا هي أنه تاخد بروتينات من محيطة وتظهرها إلى جهاز المناعة فالنظرية بتقول أنه هالخلايا Antigen Presenting Cells بيظهروا بروتينات معينة من محيطة إما من الجسم أو من الخارج وبتظهرها إلى جهاز المناعة إلى خلايا معينة بيسموها T-Lymphocytes أو خلايا اللينفاوية التائية هيدول الخلايا اللينفاوية التائية أو T-Lymphocytes هن جزء من مناعة الجسم هن جزء من الجاش اللي بيحاول يحمل الجسم من أي شيء بيدخل إلى الجسم من Parasites أو Viruses أو بكتيريا وعند الأشخاص المصابين بالصدفية هيدول الـ T-Lymphocytes لما يتقابلوا مع الـ Antigen Presenting Cell اللي بتظهرهم بروتينات معينة بيتفعلوا وبصيروا بيفرزوا مواد معينة بيفرزوا مثلا شيء اسمه Interleukin 17 Interleukin 22 Interferon Gamma وTumor Necrosis Factor Alpha هيدول المواد هن طريقة الخلايا أنه يتواصلوا مع بعضهم فلما يفرزوا T-Lymphocytes هالمواد بيخلوا خلايا الجلد يصيروا يتكاثروا بشكل سريع وخلايا الجلد بدورها كمان تفرز مواد بتحفز الـ Antigen Presenting Cell والـ Antigen Presenting Cell كمان تفرز مواد بتحفز T-Lymphocytes فبيصير فيه مثل حلقة مفرغة وبتزيد من الالتهاب بالمنطقة وهيدا الالتهاب بيخلي كمان الشرايين تتوسع وتدفق الدم إلى المنطقة بيزيد ولها السبب بيصير فيه إحمرار بالمنطقة ممكن تتسألوا لا عم فوت أنا بهالتفاصيل بس خلوا هالجزء من الصورة ببالكن لأنه مهم لنقدر نفهم العلاج للأسف ما في علاج نهائي للصدفية فالصدفية مرض مزمن هحاول أعطيكم لمحة سريعة عن العلاجات لأكثر شيء من استخدامها للأشخاص اللي بعانوا من الصدفية بس العلاج لازم يكون تحت إشراف طبيب متابع لحالة المريض أساس العلاج بأكترية الأحيان بيكون بكرامات بتحتوى على كورتيزون وكرامات مرطبة للجلد هالكرامات ممكن كمان تكون تحتوى على مواد معينة بتساعدنا على التخلص من قشور الجلد مثل الكرامات بتحتوى على سليسيلك أسد أو يوريا أو كاربامايد بالحالات المنتشرة فيها الصدفية بشكل أكبر وبالحالات المتوسطة ممكن نستخدم حبوب مثل مثلا مثل مثل تريكسيت اللي بيستخدم كمان لأمراض الروماتيزم أو ممكن يتم العلاج بأشعة الضوء ممكن مثلا الطبيب يوصف للمريض أنه يتشمس مثلا ثلاث مرات بالأسبوع لفترة معينة وبهالحالات يستخدم مثل سولاريوم مخصص للأمراض الجلدية بيركز الضوء على ويف لنكث معين أو طول موجات معين والكتار بلاقوا نتيجة جيدة على العلاج وبالحالات المتوسطة للحالات الصعبة أو الحالات اللي بتكون فيها الصدفية منتشرة بشكل كبير ممكن كمان نستخدم علاج جديد نسبيا وهو استخدام العلاجات البيولوجية والعلاجات البيولوجية هي بتكون عبارة عن حقا تحتوي على أجسام مضادة ضد مواد معينة وهلأ خلينا نرجع للرسمة لنفسر لكم كيف في عدة أنواع من العلاجات البيولوجية منهم مثلا أجسام مضادة ضد Tumor Necrosis Factor Alpha مثل مثلا علاج اسمه أذليموماب أو أجسام مضادة ضد إنترلوكين 23 أو أجسام مضادة ضد إنترلوكين 22 فهيدول العلاجات البيولوجية بيعملوا على تخفيف الالتهاب عبر إعاقة عمل هالمواد وبشكل عام العلاجات البيولوجية هي علاجات فعالة جدا والكتار بلاقوا عليها نتيجة جيدة ومن المهم أنه كمان نذكر أنه الأشخاص المصابين بالصدفية هم أكثر عرضة للإصابة بمثلا التصلب اللويحي داء السيلياك والتهاب الأمعاء مثل ألسراتف كولايتس أو كرونز ديزيز وهي دول العلاجات البيولوجية ممكن يفيدوها المرضى لأنه دواء واحد ممكن يعالج مرضان فمثلا شخص مصاب بالصدفية وكمان عنده التهاب بالقولون أو ألسراتف كولايتس ممكن يستفيد من أجسام مضادة ضد تيومور نيكروسيز فاكتر ألفا مثل مثلا أدليموماب فلما الطبيب يحاول يعالج المريض لازم ينظر إلى كل الأمراض الشخص ومش بس إلى مرض والجلدين وبين الأشخاص المصابين بالصدفية منتشر عندهم بشكل أكبر من الأشخاص التانين ارتفاع كولستيرول الدم ارتفاع ضغط الدم وكمان السمنة فمهم أنه نعالج هالأمور ونخفف منها حتى ما نصاب بأمراض القلب والشرائيين مستقبلا بنهاية هالفيديو بتمناة تكونوا استفدتم من هالمعلومات وكونوا قدرت بسطت لكم للأمور إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك سبسكرايب وفعلوا الجرس وانا ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة